الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله السلام عليكم دائما مع الجديد ومع أسرع المتصفحات فبعد أن شاهدنا في حلقات سابقة مجموعة من أسرع المتصفحات مثل طورت وسبارك وغيرها من المتصفحات السريعة جدا سوف نرى إن شاء الله في هذه الحلقة واحد من أسرع المتصفحات على الإطلاق بل إن الشركة المنتجة تقول بأنه أسرع المتصفح تم إطلاقه إلى حدود الآن وهو متصفح جديد تم إطلاقه فقط اليوم قبل بضع ساعات أشاركه معك لأنه بالفعل المتصفح رائع جدا وسريع وبسيط في شكله كما تشاهدون هذا هو المتصفح الذي أتكلم عنه متصفح ماكستون نيترو وهو متصفح تابع لشركة ماكستون المنتجة للمتصفح الغني عن التعريف ماكستون إذن كما تشاهد متصفح جميل جدا من حيث التصميم بسيط في شكله وأيضا سريع جدا فلو ذهبنا الآن إلى موقع معين لاحظ السرعة الكبيرة في الذهاب إلى المواقع نذهب إلى موقع آخر بمجرد أن تضغط هنا في خانة البحث يظهر لك هذه الاختيارات لمجموعة من أشهر المواقع العالمية كما تشاهد معي سرعة كبيرة جدا في الانتقال إلى المواقع أيضا نذهب إلى موقع تويتر أو أي موقع آخر لاحظ معي السرعة الكبيرة جدا لا شك أنه متصفح رائع جدا إذن المتصفح كما قلت بسيط في شكله لا يوجد فيه إعدادات كثيرة هذا هو السبب في سرعته فلا يوجد فيه أي إعدادات باستثناء التصفح وهو المتصفح المثالي بالنسبة لي لمن يريد فقط تصفح المواقع ومشاهدة الفيديوهات وأشياء من هذا القبيل فهذا من الأفضل الخيارات التي يمكنك أن تعتمد عليها أيضا سوف أدع لك إن شاء الله أسفل الريديو روابط بعد أسرع المتصفحات التي سبقى تقديمها على موقع مشروح نذهب إلى موقع تحميل البرنامج ثم نرى أيضا بأن طريقة التثبيت بسيطة للغاية من الجميل أيضا في البرنامج هو أنه ليس عليك بعد الآن أن تضغط على زر الفئر الأيمن ثم تضغط على فقط بعد نسخ رابط معين تأتي إلى هنا ثم تضغط على وكما تشاهد فإنه يذهب مباشرة إلى الرابط الذي كنت قد سبق ونسخته أنا سبق ونسخت رابط الموقع كما تشاهد معي إذن هذه هي الصفحة الرسمية كما تشاهد هذه الشركة المنتجة ماكستون وهذا هو اسم المتصفح ماكستون نيترو أو أمكس نيترو وهو متصفح رائع جدا عن تجربة شخصية تجربته اليوم بما أنه تم إطلاقه فقط اليوم وهو متصفح رائع جدا وسوف يعجبك إن شاء الله بكل تأكيد إذن فقط اضغطونا على try-amix-netto لتحميل البرنامج كما تشاهد يمكنك التحميل أيضا تختار المكان الذي تريد ثم تضغط على save ويبدأ الآن تنزيله كما تشاهد على جهازي بعد تحميل البرنامج وستبيته سوف تحصل على هذه الأيقونة كما تشاهد هذه هي أيقونة البرنامج إذن أنا قمت بإزالته لأشرح لك طريقة تبيت بعد تحميله حصلت على هذا الملف هذا هو ملف التحميل ضغطتين ثم نضغط على run أو execute كما تشاهد معي فقط قل ما عليك فعله لتثبيته والضغط على go وقد تم تثبيته من جديد كما تشاهد يتم فتح المتصفح من جديد ونذهب إلى أي موقع نشاء مرسا أخرى بكل بساطة وسهولة إذن كان هذا المتصفح MX نايترو أحببت أن أتشاركه معك بما أنه جديد وسريع جدا أرجو أن يعجبك المتصفح وأنا متأكد بأنه إن شاء الله سوف يعجبك لا تنسى الضغط على زر لايك ومشاركة الحلقة ثم الاشتراك في القناة إن كانت هذه مرة أولى مع قناة مشروح الأولى ثم الانضمام إلى الموقع وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة التي سوف تنزل إن شاء الله بعد هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما conjunto سوف أحبك